استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي الذي أشار إلى أن البحث دار حول البطاقة التمولية اعتمد كافة تسهيلات المرجوة لإقرارها تسهيلاً للأهداف المرجوة من وراغ البطاقة التمولية في إقرار مبدأ لـ 93 دولار كمقعدة الوسطي كما أقرته لجان مشتركة التي حددت 137 دولار كحد أقصى وبالتالي كان هذا الاتفاق على مضمون الكتاب الذي تقرر من دولة الرئيس باسم مجلس الوزراء للمجلس النيابي قبيل إقرار السادة النواب في دراسة الشأن المتعلق بالبطاقة التمولية أنا أعتقد أن دولة الرئيس الدياب يحاول قدر المستطاع في هذه الأثناء وفي الظروف الصعبة التي نعيش واستنادا للبراصيم الاستثنائية التي وقعها يقوم بعملية محاولة تسهيل قدر الإمكان للشؤون والشجون لأنه يبقى القضية المركزية هي تأليف حكوبة وفي السراي الحكومي التقى دياب رئيس الاتحاد العملي العام بشار الأسمر الذي شدد على ضرورة زيادة رواتب العمال إضافة إلى الحد الأدنى للأجور مفترض يكون فيه حد أدنى للأجور يطلع لأنه الحد الأدنى للأجور صار بحدود دولار واحد بالنهار تصحيح الأجور زيادة بدل النقل زيادة التعوضات العائلية زيادة المنح المدرسية أموال المدعين هذه محاور كتير مهمة نبحثت اليوم مع دولة الرئيس ونحن على أساسها رح ندعي إلى انعقاد لجدة المؤشر للمباشرة بحوار حول ترتيب مسألة الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجور وكان الرئيس دياب ترأس اجتماعا حول منصات تسعير الدولار في السوق السوداء حاضره الوزراء غازي وزني محمد فهمي ماري كلود نجم طلال حواط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه بالعام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدت وأشار دياب إلى أنه تم الاتفاق في الاجتماع على أن يتولى القضاء ملاحقة المتلعبين بالدولار على عمل لإقفال جميع منصات تسعيره وتفعيل الأجراءات الهدفة إلى قمع التلاعب بأسعار السلع التي يتم سيرادها على منصة صيرفة مصرف لبنان من جهة أخرى استقبل رئيس دياب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية على رأس وفد وطلع منه على نتائج حرب غزة الأخيرة والانتصار الذي تم تحقيقه ترجمة نانسي قنقر